اهلا بحضراتكم من جديد والفقرة الحوارية في برنامج الترندو اللي بيشرفنا وينورنا فيها واحد من الابناء النادي الاهلي من النجوم الاهلي كان طالع مع جيل جميل جدا عمل مباريات جيدة ولكن كمان على المستوى الرفاهية والفكاهة خارج الملعب كان جيل ما تقررش زيه تتكلم على عفرته واحمد شكري سعدي سمير يعني كذا اسمي كده انا هقدمه وهو بقى ايه يفتكرين ايام الجميل دي واكيد بقى الجيل ده لما جه في وجود محمد بركات واحمد حسن وينو مش عايز قالوكو تكت قط اللبس عاملة ازاي معايا ومعكم النهاردة في برنامج الترند الكابتن مصطفى عفرته عفرته ازايك منور الدنيا وصعدك بوجودك النهاردة في بيتك في قناة النادي الاهلي حبيبي محمد ودايما متقلق وانا سعيد اللي انا موجود معاك وبجد يعني ببقى اسعد واحد في الدنيا لما ببقى متواجد في القناة بتاعت بيتي ودي حاجة يعني الحمد لله فضل لك يا ربي بتحسسني بالفخر وبالاعتزاز بجد قد ايه الواحد دايما بينتمي للنادي الاهلي فدي نعمة كبيرة جدا الحمد لله اللي احنا من صغرنا واحنا الانتماء بتاعنا بيزيد كل ما نكبر للنادي الاهلي اكيد طيب انا بتكلم بقى على الفترة دي فترة كانت مميزة مش في ملعب بس ده داخل الملعب وخارج الملعب جيل طالع فيه عنده روح الفكاهة شوية انت وسعت ساميرك وتعملين دويتو منخص نحظك وكان موجود بركات فيعني مش عايز اقولك ايه كان معمول مصرح فاكر الايام دي فاكر طبعا ايام من احلى ايام حياتنا يعني في الكورة لان انت كنت بتتكلم دلوقتي يا محمد احنا كنا مع جيل مش هتكرر كتير منه معك كابتن محمد ابو تريكا كابتن واي الجمعة كابتن احمد حسن كابتن محمد بركات كان كابتن سيد معوض كابتن شريف عبد الفضيل كابتن احمد فتحي كان معك ناس عملكة يعني فعمرك ما تنسى الزكريات وبالتحديد كمان كابتن محمد بركات هو الواحد من الجيل بلد كان يعني ايه داخل لحد الوقت لحد الوقت ايه كابتن محمد بركات دمه خفيف جدا ولكن اللي ما حدش يعرفه عن كابتن بركات لما كنا نبقى قاعدين برا على الدكة بنهزره في قط اللبس أول ما ينزل الخطة محمد الإنسان ده بيتحول بنشوف واحد تاني تكاليم وضربه وخابته وكل حاجة تتخيلها بيعملها جد جد والهزار هزار فتعلمنا بجد قد إلا إمتى نضحك إمتى ناخد الأمور بتاعتنا في شغلنا بجد فتعلمنا حاجات كتير قوي يعني بصراحة وذكريات كتير جميلة بقى ومش عايز أقول لك على الكورس بتاعت ساعد يعني لا ساعد الغد دلوقتي هنا حاجات عنده على قطوب وما ظهرتش آه طبعا صح انت عارف طبعا معنا فيديو كنا مع المنتخب في فرنسا قبل كاس العالم عملنا فيديو هنا وهو كده هو محتفظ به استحالة ينزله استحالة فكنا بنقلت برضو كل فنان محمد هنيدي فكان من الصحب اللي ساعد ينزله ده بصراحة ده الحاجة الوحيدة اللي ظهرت لما كنت ساعتها بتحتفل بطولة الدوري كنت ساعت عند حمام السباحة غمار واحدة لك داخل معرفش مركب ايه فاكر انت المشهد كان كابتن محمد بركات ساعتها حطيلي مخدة كده ما بيني جوة تشيرت وكنا بنقلت قال لنا كنا واخدين الدوري بالتحديد للدوري الخامسة وثلاثين فكنا بنحتفل بقى مع بعض وكده وكان الناس كلها قاعدة ومبسوطة وكبات كلها فقال لي يلا نعمل انا وانت وساعد حاجة كده نرفع الناس شوي فعملنا المشهد انا وساعد بتاع محمد هنيدي وهو كان كابتن محمد بركاته هو الاختار اللي يحطيلي جوة تشيرت المخدة دي طيب اينو برضو كان من ضمن المجموعة اللي كان داخل معاكو في نفس الفصيل دي اينو دمه خفيف جدا اينو لحد الوقت يعني حتى لما بنتقابل بجد من اخف الناس اللي انت ممكن تقعد معاها يعني ما تزهقش من اينو بجد اينو كان دمه خفيف وكان دايما يعمل فينا مقالب مقالب اه طبعا كان ساعد اللي بيعمل اكتر ولا اينو لا ساعد ساعد بصراحة اه ساعد رقم واحد ساعد كان القبول ده بتعربنا على فكرة انك تحب حد وتتقبل منه والهزار بتاعه ده دي بتبقى صعبة محمد على فكرة لازم ان حد انت بيبقى فيه متقبله وعنده قبول فساعد كان على طول كل الناس بتحبه وحتى الناشئين الصغيرة لما كانت بتطلع علينا كان ساعد بيحتويهم وبيحبوه فساعد بصراحة من الناس اللي هي مش عايز اتكلم عليه كتير اوه عشان هو يعني شهدت فيه مجروحة بس هو بجد ساعد قديه ابن اصول قدي ايه جدع قدي ايه بر باهله قدي ايه في حاجات كتير صفات في ساعد محدش يعرفها بالجانب الانساني ساعد بجد خير وانسان راجل بمعنى الكلمة يعني هل بعد السنين دي كلها يعني مش كتير اوه برضو عشان ما انكبركش اوه لسه الجلده متواصل مع بعض ولسه بتتقابله ولسه بتعوده مع بعض في منكم لسه بيلعبوا فيه خلاص بقى خات السلك الاداري او التدريبي طبعا طبعا يا محمد احنا على طول عاملين جروب مع بعض جروب واكساعد اه اه نقعد نتعامل مع بعض ونتكلم ونهزر وامتى نتقابل اي نعم الدنيا دلوقتي المشاغل بتاعتهم والمسؤوليات بتاعتنا بقت اكتر من الاول ولكن على طول لما بيبقى فيهم نسبة على طول بنكلم بعض على طول بنفض نفسنا يوم كده وبنتقابل اصلي بص اجمل ذكريات حياتك اللي هي بتبقى في البدايات دي دي اجمل حاجة في الرحلة بتاعتك صحابك اللي هم كانوا معاصرين معاك الرحلة بتاعتك وكلنا كبرنا وكلنا بقى انا مسؤولين عن اسر وفيهم بنتجمع فيه فانت بتحس بقدي ايه للحياة جميلة الحياة لسه بخير فدي دايما احنا دايما اي مناسبة بتصادف لأي حد فينا على طول بنجمع بصراحة طيب مين بقى من الاجهزة الفنية اللي اشتغلت معاه وكنت معاه في الاهلي او حتى بره الاهلي لسه متواصل معهم او حد من المدربين انت شايف ان هو دايما متواصل معاك او كان ليه دور مع مصطفى عفرط بص يعني بجد مهما اتكلم من هنا للسنة الجاية كابتن ساد عبدالحفيز كابتن ساد اه طبعا الراجل ده وقف معايا في حياتي في حاجات كتير او في محطات كتير او في حياتي بجد 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 انا بشكره من خلالك وبشكره من خلال كناة النادي الاهلي كابتن ساد عبدالحفيز بجد من الناس اللي هي لها فضلي وخير عليها كبير جدا جدا يعني مهما تكلم مش هقدره في حق كابتن سيد من اللي هو بيعمله معي لحد الوقت على فكرة يعني لحد الوقت على طول بتواصل معاه وبيتواصل معاه وعلى طول فيه أمور كتير قوي اللي هو لكابتن سيد ما كانتش الأمور دي كانت هتمشي يعني في حياتي تعرف أن الكلام ده مش هقول مرة أسمعه من مصطفى عفرطه من اللعب كتير يعني كازا لعيب والكلام كله على بره الملعب مش في الملعب بس فده اندل على شيء بيدل أن صفات مدير الكورة أو شخصية سنة بالحفيس في الآلة تحديدا مش قصة ملعب بس وإداريات بس لا كابتن سيد يمتاز بالجانب الإنساني دايما أنا بقول لي كابتن سيد يعني أنا بحس أنت إنسان نازل من السماء بجد الصفات بتاعت أي إنسان مسلم متواجدة في كابتن سيد بجد أديه خير بجد أديه خدوم بجد يعني عمره ما يتخلى عنك في أي ظروف أو أي موقف يعني أنا شفت دوت وبالتحديد لما ببقى متواجد معاه فيه لعيبة كتير بدون ذكر أسماء حللها في حياتها حاجات كتير جدا فبجد أديه إنك تبقى بتنتمي لنادي يبقى كابتن من الكابتن بتاعتك كابتن سيد عبد الحفيز وتشرفت اللي أنا الحمد لله كنت في يوم من الأيام هو كان بيشرف علي في النادي الأهلي وأديه العلاقة لسه ممدودة لحد دلوقتي مش أنا بس معظم الأجيال اللي عصرت كابتن سيد فدي حاجة تحسسك بأدي إيه للإنسان دوت فيه حاجة كده قلت لك يا محمد في الأول القبول ده بتعربنا صحيح يعني مهما تعمل المستحيل وعايزنا أحبك استحالة القبول ده بتعربنا فكابتن سيد ربنا بيحبه فدايما لما بتيجي سيرته دايما الناس بتفتكروا بالخير وبتفتكروا دايما يا محمد على فكرة فيه نقطة مهمة جدا الناس بتبقى مشواخدة بالها منها دايما الإنسان لما بتجي تذكره بتذكروا الصفات الحلوة فيه بس عمرك ما تذكر المواقف عمري إنسان ما يصحى الصبح عشان يحلي لك مشكلة معلش يعني أنا آسف في الكلمة في الناس كتير قوي في الحياة ساعات بتتخلى عنك في ظروف أنت بتبقى محتاج حد يقولك كلمة كويسة فكابتن سيد على طول قدي إيه اللي هو مش أنا والله الوحدي قدي إيه على طول العلاقة ممدودة ودايما يا رب مدى الحياة ممدودة مع كابتن سيد فبجد محمد كابتن سيد في حتة تانية حالس حتة مختلفة بأمانة بأمانة يعني في حتة تانية حالس طيب لما بيحبوا تهزروا وبتعملوا الجو الفكاهي بتاعكم ده كانت كابتن سيد بيعمل ايه لا كابتن سيد بص الجميل في كابتن سيد يعني كان بيتفاجئ بالحاجات دي لا كان بيدينا مساحة طول ما احنا الحمد لله فضل ليك رب مفرحين الجمهور بتاعنا ومفرحين الإدارة بتاعتنا فدايما كان بيدينا المساحة لدو ولكن كانت كل حاجة برضو يعني عارف يا محمد على أيامنا كانت كل حاجة بتعانية شوية بحفظ شوية ولكن كان بيدينا وكان بيعودوا يهزروا معانا وكانوا ممكن يرموا إفه في النص كده دايما كانوا بيحسسونا اللي هم إخواتنا يعني إخوات كبار لنا طيب تعالا بقى نشوف حاجة كده من إفهات عفرطه والجو اللي افتقر وساعته هو ومحمد برقاطة كتة وساعد سمير هنرجع بالزاقرة شوية لبعض الفيديوهات الجميلة من كواليس قناة الأهلي في فترة كانت يعني فيها حاجات لا تتخيلوه تعالوا نتابع ونشوف عفرطه افتقر ويعلق على ده ولا هيشوف المشهد إزاي دلوقتي بعد السنين دي كلها أنا عايز أقول لكم كتة في المشهد ده قوية على الأرض من الضحك وكان مسك المايك وساب المايك فترة وشوفت كابتن محمد يوسف قاعد كابتن عماد النحاس سيد معوض كلهم كل الكبات كانت قاعدة وكابتن محمد بركاته هو اللي خلانا نعمل كده على فكرة هو اللي فقر بس كنا بقى زي ما قلت لك كنا وغدين بطولة الدوري الخمسة وتلاتين للنادي الأهلي فكنا بقى اديونا مساحة كده وإحنا بنا كان كابتن حسن حمدي طبعا ربنا اديله الصحة وكابتن محمود الخطيب فكانوا جايين يعني باركوننا وكنا عاديين فكان يوم جميل بصراحة يعني وذكريات حلوة انك تبقى ااخد بطولة فدي تتحسب لك انا مش هسيب ساعة لما اجيب الفيديو لعلابتوب يلا بنا اه يعني حاجة على فكرة اللي اتزاعة ده ده حاجة من الحاجات اللي مع ساعة ساعة ده عنده على لابتوب الهارد مليان فيلم حاجات حاجات كتير بصراحة لو اتعامل استحال استحال ايديك الفيديو كان لسه ساعة سامير عامل مقلب مع احد العمال في قط اللبس عارف انت بيجيب الكورة اكدناها مضرب وبيلعبها وفجأة بيجي في لحظة معنا يغير الكورة بيخليها ايه بيضة يا نها ربي فبتيجي تلعبها لا ساعة ده عليه حاجات بصراحة متلفة لا لا ساعة بصراحة يعني ربنا حبيب فيه الناس ساعة دايما كده في حتة تانية برضو يعني دمه خفيف جدا وغير اللي دمه خفيف جدا انا محمد برضو زي ما بقولك اللي هو عنده حاجات وصفات جميلة جدا بصراحة ربنا ساعد من الناس اللي هي ما بتنساش اصلها فده اللي بيحببني في ساعد مهما الدنيا بتديله ومهما بيجبر دايما ساعد زي ما انا ما عرفته من اول يوم لحد وقتنا هذا ساعد زي ما هو ما ضغيرتش طيب بعد الفترة الجميلة دي كلها وانت من اللعبة للأسف اللي اعتزلت بدري ونصبها في الكرة ما كانش كويس قوي طيب بعد الفترة دي دلوقتي عفرطته اتجه لإيه هل التدريب هل الإدارة هل رحت لمسألة قطاعات الناشئين والعمر الصغير بتاع الأكاديميات والبراعم يعني الناس تعرف كده دلوقتي عفرطته بيشتغل ايه او بيفكر ازاي انا دلوقتي مدير قطاع ناشئين في نادي ديلموندو الحمد لله فضل لك يا ربي بشكر من خلالك استاذ احمد الحسيني ودكتور وائل محمد على كل الدعم اللي هم بيدهوني في نادي ديلموندو احنا الحمد لله عندنا قطاع كبير جدا انا حابب اللي اتجه للمجال الإداري اكتر اه من الناس انا بحب دايما البرائم بحب البرائم والناشئين ودايما احنا الحمد لله فضل لك يا ربي محمد احنا دايما الحمد لله الواحد بيحاول ينقل حاجة من اللي هو تعلمها من النادي الاهلي يعني انا تعلمتي من ناس كتير جدا وكباتين كتير جدا فضلهم كبير علي يعني لو قلتلك الاسامي اللي كانت بتشرف علي في قطاع الناشئين انت الواحد هيتخض بالله اسمعه يعني كان كابتن بدر رجب كابتن حسام البدري كابتن محمود صالح الله يرحمه كابتن محمد يوسف كابتن علاء ميهوب كابتن قصام عرابي كابتن أمين عرابي كابتن عادل عبد الرحمن كابتن محمد وهبة مستر كروفر الهولندي كابتن محمد السيد ناس كتير جدا ما شاء الله كان كابتن محمد رمضان ربنا وفقه في المنصب الجديد كان مدير كطاع ناشئين مرة علينا كابتن أحمد ماهر الله رحمه كابتن ماهر همام كان متواجد معنا كابتن عبد المنع مشاطة كابتن عبد العزيز عبد الشافي فتعلمت يا تاريخ يا عفروط تعلمت الناس دايما أنا من 96-97 لحد 2012 أنا في النادي الأهلي يعني عدت بمراحل كتير جدا مراحل كتير جدا فالحمد الله فضل لك يا رب دايما بقول لنفسي الحمد الله اللي أنا من صغرة ربيت في نادي تعلمت فيه مش أقول لك بقى زي ما الناس بتقول لك يا موبادي اتعلمت حاجات جميلة جدا اتعلمت الصح من الغلط اتعلمت الحلال من الحرام اتعلمت حاجات كتير احنا كنا بنقعد يا محمد في النادي الأهلي أكتر ما بنقعد في بيوتنا يعني النادي الأهلي كان مدرسة بجد مدرسة مدرسة فقدي ايه كان بيركز مع اللعب في قطاع النشئين على الأخلاق بتاعته ازاي أنا يعني أنا لما كنت أعمل مشكلة أنا أو كهرباء كهرباء 93 أنا 89 دايما كان كهرباء يعمل مشكلة أو أنا أعمل مشكلة كان كابتن بدر راجب ياخد قرار أصادنا على طول وياخدونا يعنفونا ويعرفونا قد ايه اللي احنا موجودين في مكان كبير وكيان كبير هو أنتو اللي كنت جمعته في تيم واحد آه سافرنا قبل كده النمسا مع بعض خربنا الدنيا خربت الدنيا آه بس كان كابتن بدر مسيطر علينا يعني الله بس برضو في إطار اللي احنا الحمد لله يعني كنا واخدين البطولة برضو وكسبين ناس كتير وفرق جامدة أو في أوروبا كانت في البطولة دي في النمسا والحمد لله يعني الهزار بقى والحاجات بتاعتنا دي بس ما نقدرش اللي احنا برضو يعني فيه خط أحمر ما نقدرش نتعداه أكيد فكان فيه ذكريات جميلة جدا يعني أنا 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 يعني دايما يا محمد لما باجي الناس بيجي لي اختبارات أو بنعمل يوم رياضي عندنا للاختبارات دايما الناس لما باجي أحكي لها الناس الحمد لله فضل لك يا رب بتستوعب كلامي لأننا اتعاملت مع مدربيني الحمد لله فضل لك يا رب عماليقة عماليقة هما يعني الناس دي تسبب كتير قوي في الناس كتير موجودة لحد الوقت بتلعب كرة يعني منهم ترزجيه ناس كتير جدا ما شاء الله يعني طيب وانت في قطاع الناشئين دلوقتي اللي شفته في الاهلي واللي تعلمته في الاهلي بتطبقه ازاي بطبقه الحمد لله من اللي أنا تعلمته في النادي الاهلي زي ما أنا ما قلت لك يا محمد في أول كلامي انت تعلمت من الناس فأنا بحاول على قد ما بقدر أنقل الخبرات دي يتوانقل الحاجات اللي أنا تعلمتها للكطاع عندي على قد ما أنا مثلا يعني أنا دايما حتة بتاعة أولياء الأمور أولياء الأمور دلوقتي كل واحد فيه محمد عايز ابنه يبقى محمد صلاح في يومه ليلة عايز ابنه يبقى أحسين الشحات عايز ابنه يبقى أفشا يا جماعة الموضوع مش كده الموضوع إحنا مرنا خدنا السلم واحدة واحدة من تحت انت دلوقتي معلش يا محمد انت لما بتتعامل مع مع واحد في قطاع الناشئين 2012 انت بتتعامل معاه بالفكر بتاعه هو مش بفكر والده دايما أنا بقول لأولياء الأمور يا جماعة انتوا فقط لغير انتوا المفروض تبقوا أوبر معاهم ملكوش دعوا بالموضوع بتاع الملعب احنا اللي مسؤولين عنهم في الملعب هم بدل ما عدى الخط بتاع الملعب احنا مسؤولين عنه احنا بنقدر قدي إيه اللي احنا نوفر له كل حاجة قدي إيه بنعلمه قدي إيه بنفاهمه الأساسيات بتاعة الكورة للأسف يا محمد المواهب قلت عشان الناس ما بقتش تنزل تشوف يعني انت ما شاء الله احنا بقتنا فترة كبيرة اهو ما شفناش قطاع الأهل زي دلوقتي انت ما شاء الله روحت دلوقتي القطاع بتاع النادي الأهل يا محمد ما شاء الله ماشاء الله الأولاد بيكلموا الكورة يعني أنا أنا شفت كنت عامل كذا ماضش مع النادي الأهل بجد عمدت براية ودية مع فرق الكتار اه اه في النادي الأهلي وبشكر كابتن بدر وبشكر النادي بتاعي دايما اللي هو بجد فتحلي الباب دوت فأنا بشكرهم من خلالك يعني أدي إيه كل مرة بعض أقول لي نفس كده وبعض أقول لي أولادي كده أدي إيه كل يوم انتماءنا بيزيد للنادي الأهلي من لنا اللي النادي الأهلي بيعمله معايا يعني دايما لما بخش من البوابة بتاعت النادي الأهلي أدي إيه بحس بفخر كبير انتماء يزيد أكتر لما الناس تتلمى علي والناس تقعد تكلمني والناس 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 دايما القيم والمبادئ اللي تعلمناها في النادي الأهلي احنا بنحاول نعلمها لأولادنا في البيت وبنعلمها للكطاع اللي أنا متوجد فيه فرصة وانت معي وفي قضية قلب الدنيا موضوع التسليم والنادي الأهل ينبريح كان ليه خطاب وبيان رسم بيطالب اتحاد القرى أن يقوم بمصولياته في الجزئية دي وكانت كابتن علاء نبيل وهو حاليا المدير فن فرق القطاعات أو المنتخبات الشباب في اتحاد القرى قال لي احنا اكتشفنا عشر حالات لعيبة مسننة في مواليد 2008 وانت حاليا في قطاع ناشئين بداخل تجربة جديدة المشكلة دي حلها ايه وليه الاندية بتلجأ لده او لليه اللعيبة بتلجأ لده والاندية دورها ايه في حل الموضوع ده والله هي ملهاشة لتفسير واحد هو محدش قادر علينا فوق ده رقم واحد فرقم اتنين هم يقولوا لك احنا نصبر النادي بتاعنا اللي احنا ناخد بطولة من النادي الاهلي فده مش صحيح احنا في النادي الاهلي ما بنعتمدش على البطولات في الناشئين على قد ما بنعلم الناشئين بتاعتنا محمد على قد ايه اللي بنزرع فيهم الشخصية قد ايه اللي احنا بنأهله من اللي هو يبقى بطل قد ايه بنأهله اللي هو يبقى ناجح لما يوصل للدرجة الاولى هو بيبقى خلاص عنده الشخصية وعنده الكرير اللي هو يقدر يتحمل المسئولية احنا بنعلم كده في النادي الاهلي مش بنعلم الناشئين بتاعتنا اللي احنا نكسب 100 سفر يا فرحتي ما نكسبت 100 انا استفدت ايه يمكن أنت الاستفادة الحقيقية لما يبقى معك واحد زي كابتن بدر رجب واحد زي كابتن وليد سليمان واحد زي كابتن محمد شوي واحد زي كابتن أحمد ناجي الناس دي مش دورها اللي هي تقولك اكسب عشر او اكسب عشرين قد ما دورها اللي هي بتزرع فيك الشخصية قد ايه الناس دي بتعلمك وبتفاهمك عشان لما تطلع الدرجة الاولى تقدر اللي انت تستوعب وتقدر تتحمل الضغط النفسي والضغط الزهني والضغط العصبي وتقدر اللي انت تبقى مسؤول عن نفسك فانت دايما عندنا قطاع الناشئين احنا بنتعامل كده بالطريقة دي مش بنتعامل يا محمد للأسف اللي انا كسبت عشر دلوقتي انا كسبت انبع عشر دلوقتي انا مستفدت اللعت العيب ولا كسبت وخلاص بالضبط يمكن انت معلش يا محمد لما تعلم اولادنا كده في النادي بتاعنا تعلمهم قد ايه اللي انت بتزرع فيه الشخصية وقد ايه بتعلمه اللي هو يبقى شخص معتمد على نفسه وصاحب قرار يعني انت دايما تلاقي اللاعب نادي الاهلي مختلف عن اي لعب والله العظيم ده حقيقة ده حقيقة دايما اللاعب نادي الاهلي اللي طالع يعني انت بتشوف كوكا ما ابني النادي الاهلي بس عند شخصية بقولك ايه انا لما لعبنا نهاية افريقي عمام الترجي حسبت وقتها اللاعب اللي بتلعب في المباراة النهائية كم واحد من ولاد القطاع كتير تخيل انا وصلت لفكرة ان عندك اكتر من نص ستين من ولاد القطاع طبعا مصطفى شبير رامر ربيع محمد هاني انا عايز بس اتذكر التشكيلي كان موجود انت بتتكلم خمس ست لعبة من الحداشر طبعا انت عندك معلش يعني زي ما نابع بتتكلم معاك انت بتشوف كوكا مثل مثال من ضمن الناس اللي احنا بنتكلم عليها عنده شخصية ما عندوش رهبة ولا خايف بيستلم تحت ضغطه بيشوت وبيلعب ويعمل كورسات ولونجوباص ويروح يلعب بكليفت حاضر يلعب ديفندر تالت حاضر يلعب في اي مكان انت محتاجه لان ده اللي انا بقولك عليه ده المراحل دي مش كوكا وصل كده من فراغ كوكا وصل من مراحل الناشئين اللي احنا قدي ايه الناس دي بيتقوا ربنا وبيزرعوا فيك الشخصية عشان نأهلك اللي انت تبقى في الموقف دوت فانت تبقى مسؤول عن نفسك راجل صاحب قرار راجل صاحب شخصية يمكن احنا مش دورنا في قطاع الناشئين في النادي الهلي نكسب عشرة نكسب خمسة نكسب ستة ده مش دورنا احنا دورنا اللي احنا نزرع فيك الشخصية احنا محتاجينك فوق فاحنا بنعلمك الدور دول طب مش المفروض الاندية وهي بتعمل اختبارات وبتضم لعيبة حتى من اندية تانية وانت حتى لسه في بداية المرحلة السنية يتعمل الاختبار اللي هو الطب اللي بتشاف بيه عمر اللي عبق أو سن اللي عبق ليه بيتساب لغاية لما يوصل لسنة 17 و18 سنة لان الناس دلوقتي محمد بتستسهل في الاندية الناس دلوقتي ما بقاش عندها اللي هي طولة بال زي ما بيبقى في المؤسسات الكبيرة النادي الاهلي مش مجرد نادي يا جماعة النادي الاهلي مؤسسة كبيرة قدي ايه عنده طولة بال وقديه اصل الناس دي اللي انا ذكرت اسمية كابتن بدر وكابتن احمد ناجي وكابتن والد سليمان وكابتن محمد شوي الناس دي مش بتنزل من الساعة 9 الصبح عشان خاطر اللي هي تقعد في القوضة وتهزر الناس دي دورها اللي هي زي ما بردو كارجع وقولك قدي ايه اللي هم بيأهلوك قدي ايه بيأسسوك قدي ايه بيخلوك تعد على مراحل عشان لما تطلع الدرجة الاولى تقدر تحافظ على النعمة بتاعتك يمكن انت محمد دلوقتي الناس كلها في معظم الاندية بتستسهل يعني انت معلش مطشئن بالاخير والاهلي الالفين وخمسة الراجل مش انا بكبر منه انا 35 سنة سيبك من شكله يعني سيبك من الشكل يمكن باين عليه انا بتفرج على المطشو وانا في البيت التكوين العضل والله حتى انا كلمت شكري بعد الستوديو يعني اتكلمت مع شكري قلت له يا ابن يا حبيبي باين عليه من اللعب والجري بتاعه انا اعرفه دي شغلانتي اعرفه افهم اللي اللعب دوت بيقدر يجري كابتن قسام حسني اشياء بالموضوع ده واتكلم في الموضوع دوتة محمد الموضوع بجد يعني سيبك من الشكل بتاعه واسيبك من دقن واسيبك من شنب واسيبك من كل دوت الراجل يعني ده متجوز متجوزه معه ثلاثة عيال تقريبا يعني والله ما بهزر بس الكسة كلها باين من طريقة لعبه يعني باين الفرقات ما بيني وما بينك اللي انا فارق باربع سنين او خمس سنين الكسة دي كتفى افريقيا لسنوات طويلة وكنا بنعني منها للأسف انتقلت الظاهرة دي للملاعب المصري طب اقولك على حاجة تانية النادي الاهلي في ميزة في قطاع الناشئين انا ما انفعش اقولها يعني عشان الناس ما تاخدهاش وتعملها يعني النادي الاهلي دايما في قطاع الناشئين لو سر الشغلانة يعني هقولك على حاجة يعني في النادي الاهلي دايما بيلعبوا الموليد الأكبر من السن بتاعهم يعني هم بيطلبوا في القطاع في النادي الاهلي يعني مثلا انت ترايح دلوقتي تتلعب 2012 بيجيب لك الفرق الأكبر من 2012 عشان الأولاد يحتكوا بيهم عشان لما يجوا لعبوا السن بتاعهم في الدوري والمسابقات بتاعتهم يقدروا اللي هم يستفادوا بالاحتكاج دوت اه يعني توصد مثلا انت جاي بفرقة 2012 تمام تلعب الاهلي 2014 لا لا لعب الأهلي اللي هو آه بالضبط لعب الأهلي لعب الأصغر والنادي الأهلي لعب الأكبر هو بيطالب اللي يلعب الأكبر انت جاي بفرقه 2012 هو عايز لعب الفريله هو الأكبر 2012 بس أنا فرقيت أنا كأهلي 2014 2015 عشان الاحتكاك يبقى أفضل لما ييجوا بقى يلعبوا في المسابقة بتاعتهم على 2014G أم خلاص يعني أنا لعبت كده كشفت السر الشغلية مش كشفت سر الشغلية أنا عايز أوصل للناس أوصل رسالة محمد للناس إيه بقى اللي النادي الأهلي والله والله يا جماعة مسابق في حاجات كتير جدا يعني في حاجات كتير قوي دي فكرة على فكرة يعني ما أنا بقولك استراتيجية شغل اختار ناشئين على فكرة ما أنا بقولك يا محمد الناس دي مش بتنزل الصبح تقعد في المكتب لا 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 الناس دي شغالة وأنا بروح وبتابع المتشاط بتاعت الناشئين أنا بحب دايما بحب لعيبت الكورة وبنتمي للنادي الأهلي فطبيعي إلا أنا في أوقات كتير بروح إلا أنا أتفرج على المتشاط فأدي إيه أرجع للموضوع بتاعنا اللي انت فتحته في الأول يا محمد أدي إنا دي الأهلي مش بيعتمد على المكسب والخسارة أدي ما بيعتمد على الولد دو تيزرعه في الشخصية صحيح تلحوار معك ممتع جدا حبيبا محمد الله حوار ممتع جدا وتفاصيل مهمة جدا بنترحها وبنتكلم فيها مع مصطفى عفرطه الجيل الأديم الزكريات التسنين قطاعات الناشئين وهنتكلم كمان على اللي جاي والمستقبل والفري الأول والتحديات اللي بيوجهها فري الأهلي في الفترة الحالية نخرج إلى فاصل ثم نواصل بعد الفصل لسه الحوار مستمر وممتع جدا مع مصطفى عفرطه أحد نجوم النادي الأهلي السابقين واللي بيأخذ خطوات جديدة في تدريبه في أحدى الأندية في قطاعات الناشئين طيب عايزة أنتقل معاك لقصة الفري الأول شايف الدوري بدأ بدأ بشكل سخن قوي مباراة سيراميكا موس بسكور جيد جدا خمسة اتنين مباراة زد يوم الخميس اتلعبت ثلاث بطولات للأهلي في بداية الموسم كده مرة واحدة خط رازع في ثلاث كذا بطولة كست اتنين خسرت واحدة بداية الموسم شايفة ازاي للأهلي مع كلها والله شايفة هي بداية كويسة الحمد لله فضل لك يا رب وكمان الحمد لله الفرقة دية لما احنا دغلبنا السوبر الأفريكي دايما كنت بطلع أقول يا جماعة احنا الناس دي والجيل دوت عمل إنجاز محدش عمله يعني الجيل الحاليا اللي هو بيلعب دلوقتي محمد عمل إنجاز محدش عمله الفرقة دية واخدى ثلاثة دور أبطال أفريكي يا جماعة واخدى بطلات كتير ودوري وكاس وصوبر فالناس كانت دايما متخوفة أربعة دور يا أبطال كمان أربعة دور يا أبطال مش تلاتة كمان أربعة أربعة ما شاء الله تخيل أنت أنا لاعب لما اعتزل بعد عمرا طويل اللعبة اللي بتلعب واخد أربعة دور يا أبطال أفريكيا ونيجي الناس تروح عيلالك أصل الفرقة وأصل المدير الفني وأصل القصة والحكاية والرواية يا جماعة الموضوع ما فيهش خوف حالس هو مجرد اللي النادي بقولي المشكلة دي لأن انت لازم أن تأهل الناس اللي معاك قاعد على الدك لازم أن تأهلهم قدي إيه اللي هم ليهم دور كبير عشان لما تحتاجهم تلاقيهم ولكن انت قدرت الحمد لله قدرت وصلت للنهاية وقدرت وكان شكلك ما شاء الله الشوت الأولاني انت تقدر اللي انت تكسب أربعة وخمسة ولكن ما كانش معاك التوفيق مش معنا كده اللي احنا وحشين ولكن لقدر الله لو كنت اتغلبنا كنا هنطلع نشيد بالفرقة يعني برغم كده كنا هنطلع نشيد بالفرقة وهنقول لا احنا عملنا اللي علينا بس التوفيق ما كانش معانا فانت شايف دلوقتي يا محمد ودخلت على موضوع الدوري ودخلت على المباريات مرة واحدة كده انت فاهم تلك بطولات فأول اه تك 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 على طول فالله يكون في عوني اللعيبة وعندك مباراة صعبة يوم الخميس فالنادي الألم عودنا كده يعني احنا متعودين على كده ونيجي بعد كده لما نيجي نخش بقى دورة عبطال أفريقيا ونكمل في أفريقيا ان شاء الله وناخد البطولة برضو والقصة برضو هنرجع لاتحاد الكرة تاني طب يا جماعة لازم ان ناخد فترة استثنائية اللعيبة بتاعتنا تريح اللعيبة بتاعتنا بتاخد فترات طويلة جدا من هنا الهين 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 وعشان جدت السنة دي قلل عدد مباراة الدور ده الطبيع ده الطبيع احنا عايزين بقى محمد نبدأ زي الناس ما بتبدأ مش هنفضل بقى معلش يعني نبقى 12 شهر فيه لعب كرة بيلعب 12 شهر لا طبعا مش موجودة في الكرة دي مش موجودة في التاريخ طيب لو هتكلم على عفرط وبتتفرج على الجيل الحالي انت دائما كان مركزك مهاجم تاني أو وسط ملعب صح كده؟ بلعب ممكن بليميكر أو تحت الفراودة أو بلعب هاف رايت أو هاف ليفت طيب دلوقتي في الجيل الموجود الحالي في تحرقاته في جريته في انطلاقاته مين قريب من عفرطه؟ او انت لما بتتفرج بيفكرك ان انت كنت بتتحرك كده أو بتشوت كده أو فيه لعبة كتير كويسة أو بحب اتفرج عليها بصراحة يعني بحب اتفرج على حسين الشحات قوي بحب اتفرج على قفشة جدا الحاجات بتاعت قفشة اللي هي الصغيرة الدبل باص والشرط باص والحاجات دي بحب امام عشور جدا كوالتي مختلف جدا تماما بصراحة والنادي الاهلي فاد امام عشور كتير قوي في الشخصية الموضوع الشخصية امام الموضوع عنده اضغير بقى امام دلوقتي تحس اللي هو راجل مسؤول راجل قادي ريشيل فرقة راجل بيقدر اللي انت تعتمد عليه في اوقات صعبة فدي ترجع للنادي الاهلي بصراحة ربنا اوه لو ما احتفل ببطولة فافتكر هيحتفل كم يوم قالوا لا هي يا ليلة واحدة وقفل عندنا بطولة تانية قالوا لا جماعة ما اتعودتش عليك جدا ايوه صح صح دي حقيقة فيها لانا عندك لعبة مميزة جدا في النادي الاهلي انا بحب دايما لعبت الكورة يعني انا بحب لعبت الكورة يعني بحب طريقة لعب حسين الشحات جدا حسين الشحات من اللعبة اللي انت عارف اللي هو هيروح كده وهيرقصك لجوه وانت برضك مش عارف تاخد منه الكورة اه ننجا اه لا حسين بصراحة ما شاء الله عليه من في الجيل الحالي يعني بيجري زي جارة عفروته في الملعب او تحركاته في الملعب لا هم احسن مني يعني هم احسن مني كلهم يعني فما ينفعش يعني كل واحد يعني توصد تعيش تقولي ان كل واحد ليس طايل ليه بالزبط صعب انك تشوف لعب زي العيب اه يعني صعب اه يمكن انت دايما لعب الكورة بيميل دايما سبحانك يا رب بيميل دايما للعبت الكورة قوي سواء بيلعب في نص الملعب بيلعب هواف بيلعب في روح اه بيتميل دايما للعب المهاري فانت عندك في النادي الاهلي اكتر من واحد يعني انا بحب اتفرج عليهم بصراحة افشة افشة وحسين الشحات وامام عشور بصراحة وبحب مراوان عطية جدا يعني مراوان مش مهاري بس ربنا مديله ميزة يقدر شين نص الملعب لوحد بحبه عشان عنده شخصية طب انطلقت وسامة ابو علي لا ده في حتة تانية ده ما شاء الله الله اكبر يعني ما شاء الله ربنا احفظه على فكرة وسامة ابو علي من اكتر اللعب اللي بتجري في الملعب بتجري تامي باقود باقود اه يعني وسامة ابو علي محدش بياخد باله من الدور بتاعه الا الناس اللي بتفهم كورة هم فاكروا بس زاعة الجنو خلاص لا 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 وسامة ابو علي من الفراودة اللي هي ليها دور كبير جدا اللي الناس اللي وراه واللي تحتيه تحرز اهداف في التقلق بتاعه من التحركات بتاعته يعني انا من ساعة كابتن عماد متعب وانا ما بشوفش فروت بياخد السردباك بتاعه ويفتح للناس اللي جاية من تحت عشان يروحوا بالكورة بوشهم ما شوفتهاش من كابتن عماد متعب ووسامة ابو علي الفترة دي بصراحة فروت ظهر وتعلق في الدور المصري من بعد اعتزال متعب الا حاليا من مسامة ابو علي ابو الضبط وكمان تحركاته دايما اقول يا جماعة يعني الاهداف يجيب اهداف او ما يجيبش اهداف ده بيبقى توفيق اه محمد ولكن فيه دور تاني كبير جدا يعني انت هقولك على حاجة بطولة 2010 بتاعت المنتخب ما كان عماد متعب كان كابتن عماد متعب كاس الامم اه كاس الامم كان كابتن عماد متعب هو سبب رئيسي جدا اللي احنا ناخد البطولة ومع احرص هدف بس الرجل كان بيتحرك اه بس رجلش اهداف بس كان بيتحرك تحركات يعني شوف من يمتى من 2010 بكلمك في امتى 14 سنة 14 سنة كابتن عماد متعب اكتر واحد كان بيتحرك وياخد السرد بكات معاه ويفتح للناس اللي جاء من تحت اكيد اكيد طيب احنا طرحنا سؤال في بداية الحلقة عشان الوقت تجيري معك بسرعة جدا بفرصة وانت معنا لنستعرض المشاركات على سؤال الحلقة واحنا سألنا وقلنا في ظل ضغط مباراة الاهلي هل تتوقع اجراء تعديل على تشكيل الاهلي في مباراة زد تعال نشوف مع بعض الناس توقعت وقالت ايه اول تعليق معايا مصطفى الهواري بيقول افشا وعبد الفتاح هيبقوا اساسي يوسف طبعا خالد الفتاح وافشا في نص الملعب يوسف بيقول احتمال كبير يبقى فيه تعديل في اتنين لعب على اقل طيب هو اللي قبلك على طول توقع مين حسام حسن بيقول اتوقع عمر كمال بك يمين وافشا وخالد الفتاح مكان يوسف اين يعني بتوقع تغيير في تلات مراكز عبدالعزيز حسن بيقول بالتأكيد هيكون فيه تغيير اربع لعيبة بنسبة كبيرة في حرصة المرمة والباكرايت والهجوم ناخد تعليق تاني معنا ناصر بيقول اتوقع تعديل بنسبة كبيرة ما بين لاعبين او تلاتة واتوقع ان شبير يشارك في حرصة المرمة مكان محمد الشناو ده كوريدا في زل ضغط المطشط التعديل هيبقى ديه محمد شعبان بيقول من الطبيعي لازم يحصل تعديل عشان الاصابات ريدا سليم لازم ياخد وقت اطول شوية عشان يعرف يثبت نفسه وايضا عمر الساعي ده تعليق مهم جدا نتكلم على عمر الساعي وريدا سليم لو عايز تعلق في جملة اخيرة رضا يمتاز بالسرعة والمهارة وقدي ايه رضا يعني من اول مباراة جيه النادي الاهلي شد انتباهي انا شخصيا بصراحة فريضا من الناس اللي هي لازم انتاخد دور اكبر الفترة الجاية دي وانت اكيد بحتاج تاخد دور اكبر بقى في شغل قطعات ياشين وانشوفك مدرد كبير بيزن الله مصطفى انت نورتنا وشرفتنا والله حبيب انا اتشرفت اللي انا متواجد معاك وبجد بأسعيد اللي انا موجود في القناة بتاعة النادي الاهلي وده بيتي فبشكرك وبجد دايما متعلق ودايما كده في نجاح حبيبي ربنا يخليكي رب كان لقاء ممتع وجميل جدا مع عفرته لما تجيب سيرة عفرته وتتكلم على الجيل العظيم اللي كان موجود وقتها هتفتكر كل الزكريات الجميلة بطولات وانجازات وحاجات جميلة داخل الملعب وخارج الملعب زي ما استعرضنا النهاردة معاكم في برنامج الترين